اشتركوا في القناة اما من جهة الجمال ومن المعلوم ان له مقاييف مختلفة عند الاسراد والجماعات فقد اباح الاسلام للخطيب ان ينظر الى وجه من يريد خطبتها والى كفيها والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اما فعله فتدل عليه هاتان الروايتان ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير اي قطعة منه فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوبة فاذا انت هي فقلت ان يكو هذا من الله ينبهي لكن لاحظ ان هذا كان قبل فرض الحذاب في المدينة وخطبة عائشة كانت بمكة على ان للرسول قصوصيات ليست للناس جميعا ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ما رواه البخاري ومسلم ان امرأة جاءت تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فنظر اليها وصعد النظر وصوبه يعني رفعه وخفضه ثم تأطأ رأسه وأما قوله فيرويه مسلم وغيره جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له انا ظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا او شينا قيل هو الصغر اعينهن او زرقة فيها كما روى ترمذي وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما اي تحصل الموافقة والملاءمة والله اعطى والله اعطى